بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قيمتك عند الله تعالى بقيمة عمرك وقيمة عمرك بقيمة ما تفعل فيه من خير أو شر فليوم واحد فيه تتوب إلى الله وتلقى الله خير لك من مئة مليار عام تعص الله فيها أعوى لم يجعل الله ختاما صحرة فرعون الذين ظلوا يثبتون أركان الاستبداد مئات من السنين فلما تابوا في اليوم وخروا لله سجدا وقالوا آمنا برب هارون وموسى فدخلوا الجنة شهداء لم يركعوا ركعة ولم يسجدوا سجدا فالساعة التي تابوا فيها خير لهم من مليار عام فتلك اللحظة خير من مئة ألف عام يعيشها الإنسان بعيدا عن ربه فالعبرة في العمر ليس بطول الآماد ولكن بعظمة الإمداد فكم من زمان تسعت آماده وقلت إمداداته وكم من عمر تقلصت آماده وعظمت أمداده فبركة العمر أفضل من طول العمر ولكن إذا جمع الله لك بين طول العمر وحسن العمل فأنت أعظم الناس وخير الناس عمر تسعت آماده وعظمت إمداداته الله 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 فقال رسول الله خيركم الذي طال عمره وحسن عمله وشركم الذي طال عمره وساء عمله طال العمر ومع طول العمر كثرة الفساد في كل يوم من العمر في ذلك يطرح الناس هذا السؤال أخير لنا أم نعيش أم أن نموت أيهما أفضل إلينا في الأرض أم أن نموت ونرحل إلى رب العباد الرسول الأكرم قال لا تتمنوا الموت ولا تسألوا الله الموت إن كنت صالحا فعسى أن تزداد وإن كنت عاصيا فعسى أن تستعتب وتتوب وترد وتعود إلى ربك هكذا فالحياة بالنسبة للمؤمن فرصته ليزيد في زرع الخير حتى يجني ثمار ذلك يوم القيامة فالدنيا بالنسبة للمؤمن مزرعة للآخرة فهو لا يحب الحياة والعمر لأجل العمر والحياة لكن يحب الحياة ليملاها بالصالحات ويلقى الله كالجبال من الحسنات ويرضي رب العرض والسماوات وتباح له يوم القيامة واسع الجنات هذا الذي يجعل المؤمن يحب العمر وسيلة ليطيع الله فيها أكثر هذا علاج أما أن تحب الدنيا كما أرادها إبليس لآدم هل أدلك على شجرة الخلدي وملك لا يبلع تحب شيئين أن تخلد في الدنيا تعيش بزاف وملك لا يبلع أبغيت الفلوس بزاف وتعيش بزاف تعيش بزاف بلا فلوس كيوالو صحاب الدنيا يعيش بزاف وبلا فلوس يعيش بزاف هو مكفز يعيش عنده الفلوس ويعيش قليل ما يتمتعش بزاف فهو يريده ما معن الحياة الطويلة والمال ليتمتع طويلا ولا تجدنه مؤحرس الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصر بالعباد واليهود متشبثون بالحياة تحداهم الله في صورة الجمعة فقال قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتموا أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموتى إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت يديهم والله عليم بالظالمين المؤمن يحب الموتى ليلقى الحبيب الله ويرى أن الحياة تمنعه من لقاء الله لكن يلقى الله في الصلاة يلقاه في مراقبته في المسالعة إلى الخيرات ويلقاه يوم القيامة حقيقة يملي عينيه بالنظر إلى وجه الكريم ها؟ ولذلك استمعت إلى برنامج خواطر لأحمد شقيري يتحدث عن أسباب طول العمر أهل الدون يحبون أن يعيشوا ليتمتعوا الذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكلوا لنعاموا والنار ومثولهم يريدون أن يعيشوا مئة وعشرين عام هذا كيسمي معدل متوسط العمر ومؤشرات وتقدم البلدان من ضمنها مؤشر زيد ارتفاعه زيد مدى العمر بحال المغرب بجاي في المتوسط بجاي لك ستة وخمسين حتى الستة وستين بحال اليابان تسعين عام الموت اوه ربي اوه اوه انا البرنامج مني شتو يعني يعني تفعلت معه وعجبني لكن واسموك الخصو واسموك الخصو خصو يربط هذا العمر باش باش بطاعة انت عصيدة ربي سبحانه وتسعين وتكلم عنها هذا المسأل قال اما اسباب التي تؤدي الى اطالة الاعمار فهي خمسة السبب اللي هو اسمه هو السبب اللي هو لتاع اطالة العمر واسمه هو ان شاء الله تباركي نعم اوه ما ما يهضوش قاعد الزكاة ما يهضوش على الصدقة لان نبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عنها باقية العمر كيقول نبي صلى الله عليه وسلم احب ان ينسأ له في اثره ويزاد له في عمره فليصل رحمه له ودالها بمعزل عن الايمان ودالها قال لك اما السبب الاول في اطالة العمر السبب الاول في اطالة العمر نوع التغذية كما وكيفا شو غادي غير مسائل المادية نوع خصك تكون اعمس دي المكلة متنوعة احتياجات الجسم البروطينات والنشويات والطاقة والفيتامينات يخصك تكون متوازن احاودك يكون بالكمية المقبولة ما يكونش بزاف وما يكونش قليل اذا هذي مسألها مسألة الثانية ان شاء الله تعالى اللي يزد في العمره اسمه يا قال كاسي الرياضة ممارسة الرياضة لكي تكتسب جسدا قويا وبنية تمكنك من ان تتحمل على كاهلك مسؤولية الكدح في الارض هذه الثانية والثالثة اسمه يا مسألة الثالثة ان شاء الله تبارك وتعالى من بعض الرياضة العبادة جاب العبادة شو دخل العبادة قالك العبادة حتى عند غير المسلمين لان من يرتبط برب وعنده واحد ايمان كم مدير وخه غلط تجده يرتاح حينما يعطي للجانب الروحي غذاءه حتى ولو كان ذلك خطأا لان الارواح تجوع فلابد لها من غذاء غيبي روحي يغفيها لكي يحدث التوازن بين الروح والجسد ولا تحدث هناك انفصان في الشخصية ويكون عندهم شي امراض انت ازدواجية الشخصية هذه الثالثة والرابعة المسألة الرابعة اللي هي تزيد ان شاء الله تبارك وتعالى تقول لك ان تعيش السعادة الاسرية نظر مع مراتك مع وليداتك لا يربجينك لكي لا تنسيو لكي لا تطردك لكي لا يدرك ويجيبها فالاخيرة خاص لابودك تكون شمية السعادة وسيضع كل نشاط وتقرج مع ولادك ويبغيوك ولادك وتبغيهم وتكون عايش في الدرطعك مستقر اما الى الدرطعك كنت عايش فيها الله يحفظه ماشي مزيان عربين الله تروح بكري ان شاء الله يبغيوك ولادك ولادك يبغيوك تروح بكري يدفعوك ديري وأما الخامسة اللي هي مهمة انت عيش لرسالة فقلت لو ان هذا البرنامج وهو موجه الى المسلمين ذكر هذه الامور ويذكر ايضا الامور اللي عندنا في الدين انا اش ماذكر ان احنا بر الوالدين يزيد في العمر الدعاة يا الوالدين صلة الراحم تزيد في العمر الصدقة والنفقة تزيد في العمر فعل الخير يزيد في العمر في اماده وفي امداداته فقد فسر العلماء ينسئ الله له في الاثر قالوا هناك تفسيران يزيد الله العمر حقيقة كيش حقيقة يقول الله حينما يخلق الانسان للملائكة حينما يكتبون اكتبوا عجلة يعيش سبعين واذا وصل الرحمة وبر الوالد وانفك يعيش مئة الملكة ما عرفه ستين ولا مئة سبحان الله سبحان الله والخلق يقولون لا ما سجل في الكتاب لا يمحى ولكن الزيادة في العمر هي زيادة في بركته فقد تموت ويبقى عمرك من بعدك يجري من بعدك لان الناس يذكرونك ويجعلونك قدوة لهم لانك كنت اماما في الخير فمن اقتدى بك بعد موتك تأخذ اجره فالله يكتب لك عمرا ثانيا وثالثا مع الاجيال التي تقتدي بك حينما كنت متصلا بربك والحاجة الاخرى اللي ما قالهاش وكنت اتمنى لو قالها يعني غير يعني بتاقب ملازم اه مساء الله الثانية ما اسمي واللي خستو يذكرها لانفرض انك مؤمن وتعبد الله وعندك رسالة ودر رياضة والماكلة مزيان وعندك سعادة وسرية وعندك كل شيء وتصيل الراحم ودير كذا وما تعيش يلا هو اسمك الاخر وهنالك أمرٌ آخر وهو الاجل هاااااااا Beautiful هااااا north اهاش هاته واسمك الاجل سيني هاا؟ واد Echo مخير أوراك مريقل قد يقولهم غير هكذا ويبقوا يحسبوها هكذا ويبقى زايدين إخوة يورى الأجل فرى إذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون أوروبا النسعية يتمدها تشيومة صغار وقد توفرت لهم كل وسائل التي ذكرتها لإطالة العمر إحدى بنات عائلتي هذا الأسبوع اجتمع لها كل شيء فما عانت من سوء تغذية ولا من نقص رياضة ولا من سعادة أسرية ولا 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 ولكن حينما ذوب بها إلى المستشفى حينما أصبت بوعكة صحية قال الأطباء لا شيء عليها فلما عاد أهلها إلى البيت مطمئنين لم يعرف الأطباء إلا وإحدى الممرضات تصرخ على الطبيب فكان وصوله متأخرا لقد هبط ضغط دمو إلى نقطة استحالت معها إن عاشها فراحت إلى ربها شابة هذه العبادة هذه الرسالة كلها مطلوبة بالنسبة للمسلم المسلم يعبد ربي رسالته الدعوة إلى الله الرياضة أخصي كل المؤمن القوي أخونا وحبو الله من المؤمن ضعيف كل شيء كين لكن احنا عندنا عودك شيء اللي غادي يزيد بركنا الله بالعمر عندنا بر الوالدين عندنا ان شاء الله تعالى الصدقة عندنا صلة الرحيم عندنا الاستغفار عندنا الاستغفار عندنا كل شيء كل شيء عندنا احنا الحمد لله زاد كبير روحي يمكننا بإذن الله من أن نطمئننا أكثر ونرتاح أكثر فيطل الله أعمارنا أكثر لكن هناك أيضا هذا الأجل الذي لا ينبغي أن ينساه المسلم رأيك هنا يا حي ها تصبح الليلة العشية تصبح في الأخيرة صافي مع مريض ما هو تصبح في الأخيرة لا إله إلا الله واحد صاحبي كان يحضر لي في المسجد نمتع الكوفر جاي من إسبانيا عند ابا بعد ذيك الليلة والصباح رقوا يلقوا عليه باش ما ينوض يصلي الصباح ما نعرف قالوا ما علي شهره جاي عيا نخليه حتى الصباح ما قالوا نخليه منوصلت الظهور دقوا عليه بابا ما كاش على يوم يدقوا مك نحلوا الباب وجدوه قد لقي الله شاه ما هدو حتى حاجة جاي من شاء الله وكم هي هذه الحالات والله تعالى أعلى وعلم وصلى الله على حبيبنا محمد